المغرب في ملفاته المعقدة حتى دائماً وأبداً تجد ذلك البلد الذي يبادر بحسن نوايا وأيضاً يلتزم بالمواثيق والمعاهدات الدولية ويحظى بإشادة لمصداقيته أمام المنتظم الدولي أي أن روح المسيرة الخضراء لازالت حاضرة حتى في السياسة المغربية خاصة على المستوى الخارج صحيح وجميل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف المرسلين بداية سيدي نوفل يسعدني أن أكون معكم اليوم وأسعدني شرف لي في هذا اليوم البهيج ومعاهد الإخوة الأعزاء الخبراء أسعدني الإنصات إلى مداخلتكم ومقدمتكم وأسعدني كذلك الإنصات إلى مداخلة أستاذ الكريم سي الصومعي سي نجيب وأقتبس عنه مصطلح إذا سمح لي مصطلح لا مستحيل مع المغرب المغرب اليوم كما نعرف جميعاً قوة وقوتنا في احترامنا للآخر في احترامنا لجيراننا والشركائنا لسيادتهم لطموحات شعوبهم نحن بلد كذلك غني غني بماذا بكرامنا نحن بلد كذلك له خصوصية وخصوصيتنا في دمج ما بين عراقتنا فنحن بلد كما تعلمون له ألاف سنين كدولة وألاف سنين كتاريخ وكحضارة وفي نفس الوقت دمج ما بين هذه العراقة وبين قدرتنا على انفتاحها للآخر وهي نقطة مهمة جداً وهذا التراكم التاريخي الذي نجده في جيناتنا كمغربة يجد دائماً حفازاً ودعامةً ومصدراً كبيراً هو تلاحم الشعب المغربي حول ملوكه على مر التاريخ وإنما كانت تلاحم قوي وهو قوي ومتزايد كذلك إلا وصنعنا المؤجزات فالمسيرة الخضراء كانت مؤجزة بكل المقاييس اللوجيستيكية والديبلوماسية والسياسية بل وكذلك تحدي الاستعمار الإسباني كان على رأسه جنرال أسكاري فاشي باعتراف الشركاء الإسبانيين نفسهم وهو الجنرال فرانكو كما نعرفه جميعاً واليوم نحن نصنع معجزات ومعجزات بقيادة صاحب الجلال الملك محمد السادس نصر الله وأيدها وتكلمتم عن 2015 كان لي شرف تواجد بالعيون قبيلة أثناء وبوعيدة الخطاب الملك السامي العيون كانت في عرص صحيح كانت في عرص مفتوح من المطار وصولاً إلى من المطار ترجمة نانسي قنقر